احنا من دقائق معدودة وقعنا عقدين مهمين جدا في هذا الاطار يدخلونا ويدخلوا مينا اسكندرية بالتحديد ومينا السخنة في هذا الموضوع الهام جدا او عن طريقهم ان شاء الله يبقى دول مشاركين مشاركة كبيرة جدا زي ما هنحكي دلوقتي وزي ما هنقول في ازاي بتطوير هذه المواني الاتنين دول بالتحديد وبعض المناطق الوجستية في الظهير بتاعهم نقدر فعلا نصل الى الهدف المنشود والمحدد لنا بتوجهات سيادة الرئيس عبد فتاح السيسي في اكتوبر 21 في مينا اسكندرية بان تكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات باستغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الاحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسط شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمالات مالية مصرية لانشاء البنية الاساسية لانشاء البنية الاساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الادارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية وذلك في اطار موكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي واتساقا مع هذه التكلفات لوزارة النقل باستكمال تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع انشاء محور السخنة الدخيلة اللوجستي المتكامل اللي ان شاء الله باذن الله هيربط بينه القطار الكاربائي السريع اللي تم تنفيذه خصيصا او من اهم اهدافه هو الربط بين الاتنين منها دول عشان نخلق فعلا محور لوجستي متكامل طبعا بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية لخناة السويس او الهائلة الاقتصادية لخناة السويس تم البدء في تنفيذ بمجرد ان تم البدء في تنفيذ البنية الاساسية تم فورا البحث عن مشغل عالمي كبير بهذا الحجم يتناسب خدراته مع حلمنا وما نتمناه في مصر فتم التنسيق مع مشغل محطات الحويات العالمي الاول في العالم الذي يضم شركات تحالف هاتسون بورد وكبرى شركات الشحن العالمية سواء امي اس سي او سي امي او كوسكو ونتج عن هذا التنسيق قيام وزارة الناء اللي ببادئ في استكمال كافة الاجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة واعادة تسليم المحطة ثاني فقط مصر بتبني بشركتها وبأموالها البنية الاساسية بالكامل التحالف العالمي القوي اللي تحالفنا معاه هيبني ويشغل ويدير ويصين البنية الفوقية طول فترة الانتزام ثم يعدها ثاني الى مصر ان شاء الله بإذن الله فيه استكمال هنكمل مش عايزين يكمله نتمنى انهم ان شاء الله يكمله بإذن الله يبقى منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة واعادة تسليم محطة الحوينات واحدة في مينة الدخيلة على رصيف مية واثنين في مينة السخنة ليه بنقول اتنين في مينة السخنة لأن في محطة واحد واثنين من عشر كيلو ثم يعقوبها محطة أخرى واحد ورغم من عشر كيلو متعاخدين على المحطين في وقت واحد ولكن دي لها توقيت إدارة وتشغيل ودي لها توقيت إدارة وتشغيل عشان كده بنفسهم وبنقول محطتين وقد صرعت وزارة النقل باتخاذ واستفاق الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن حيث خامت بالحصول على موافقة مجلس الوزراء المؤقر على تنفيذ المشروعين وتمت مراجعة الاتفاقيات من قبل اللجنة التالتة بقسم الفاتوة والتشريع بمجلس الدولة ومراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة لمشروعي قانوني منح التزام المشار إليهما كما تم الحصول على موافقة كل من الهيئة العليا للتحكيم والمنزعات الدولية وزارة الدفاع جهاز المخابرات العامة قطاع الأمن الوطني وزارة الخارجية كل الجهات اللي مفروض نستطلع رأيها استطلعنا رأيها واخدنا موافقتها بعد موافقة مجلس الوزراء العقد اتراجع في مجلس الدولة اتراجع في مجلس الدولة رحم مجلس النواب رحم مجلس النواب كل الإجراءات القانونية كل الإجراءات القانونية اللي مفروض تتعمل في عقد زي العقد تم تنفيذها بالكامل والصفاء بالكامل والنهاردة تتويج لكل الجهود اللي تمت في خلال الفترة اللي فاتت سواء من التحالف او من وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية لخناة السويس وأود الإحاطة أن حجم الاسمارات الأجنبية المباشرة التي سيرقات تحالف بمحطة الحويات بمناء السخنة والدخيلة تقدر بواحد وستة من عشر مليار دولار تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الحويات ضمن المحور اللوجيستي السخنة الدخيلة حيث ستقوم تلك المحطات بإضافة طاقة السعبية لكافة المواني المصرية تقدر بحوالي 5 مليون حوية مكافأة سنويا وهو ما يمثل زيادة بمقدار ما يقرب من 50% من قدرة التداول لكافة المواني المصرية لتداول الحويات ويمثل زيادة بمقدار 100% تقريبا من قدرة مواني الاسترار والتصدير المصرية كما يبلغ إجمال أطوال الأرصف بالمحطات التلاتة 3 8 من 10 كيلو متر طولي 2600 في السخنة زي ما قلت على محططين 1 1 1 1 1 1 4 من 10 و 1 2 من 10 محطة في الدخيلة الغاطس الثنين الغاطس 18 متر ومساحة إجمالية 24 من 10 مليون متر مربع 1 6 من 10 مليون متر dry في ميناء السخنة 8 10 مليون 800 ألف متر مربع في ميناء الدخيلة ده بيجعل المحطات قادرة على استقبال أكبر السفن العملاقة بأطوال تصل إلى رغمية متر وحملات حوالي 24 ألف حاوية مكافأة وبتكلفة إجمالية حوالي 11 مليار جنيه إحنا نفذناها 7.6 مليار جنيه في السخنة و 3.5 مليار جنيه بميناء الدقيلة وعايز أقول إن دي بالأسعار الأديمة بالأسعار الأديمة اللي إحنا بلقنا بها في 2021 ونقول عشرين وواحد وعشرين عشرين وواحد وعشرين النهاردة لو إحنا بنعمل الكلام ده بنتكلف على الأقل من 2 ل3 ضعف على الأقل من 2 ل3 ضعف يعني سعر الكلام ده دلوقتي من 2 ل3 ضعف اللي إحنا كنا اتكلفناه ولكن في جوجق طبعا لسه بيخلص دلوقتي فهو برضو الأسعار زادت فيه ولكن إن شاء الله ربنا وفقنا وخلصنا وقريب أول إن نبدأ إن نسلم التحالف الموقع عشان يبدأ يشتغل فيه السكوب أو النطاق العمل بتاعه تم تخطيط تلك المحطات لتستخدم أنظمة إدارة وتشغيل متطورة وألية بالكامل تعتمد على تكنولوجيا التحكم عن بعد وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لضمان أعلى درجات الكفاءة في التشغيل لخدمة حركة الترانزيد العالمية تبلغ قيمة العوائد المباشرة المتوقعة من المحطاتين حوالي خمسة مليار دولار للهيئتين سواء ميناء السكندرية أو المنطالة الإخصارية قناة السويس خلال مدد التعاقد اللي هي ثلاثين سنة وذلك بخلاف قدرة تلك المحطات على تحقيق مرافض قدرة تجارة الاسترار والتصدير المصرية كما تساهم بشكل مباشر بزيادة قدرة المدن الصناعية المتكاملة الحالية حيث أن المحور اللوجيستي يمر ضمن المناطق الصناعية بمدن السخنة العاشر من رمضان السادس من أكتوبر السادات برج العرب العمرين هذا المحور بيربط بين 2 ميناء صحيح ولكن بيمر تقريبا بكل المناطق الصناعية اللي منشأ جنبها مواني جافة ومناطق لوجيستية في كافة تنحاء مصر تقريبا فده محور لوجيستي بامتياز وهو ما يتحقق في ضوء أن تلك الشركات العالمية اليوم سيكون لها أثر كبير في زيادة قدرة ومساحة تلك المدن الصناعية حيث أن الوزارة قامت بربط تلك المدن الصناعية عن طريق شبكة من المواني الجافة المرتبطة بتلك المحطات على البحر الأحمر والبحر المتوسط سيجعل مصر قادرة على التوسع في خير متحرك الترانزيت والاستيراد والتصدير بين الشرقي والغرب في النهاية فإن قدرة أي دولة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير شركات تنتج منتجات وخدمات قادرة على المنافسة على النطاق العالمي يرتبط ارتباطا جوهريا بمنظومة النقل البحر الداعمة للابتكار والتقنيات الحديثة بما يوفر فرصا واعدة للنمو الاقتصادي وحكمة الأنشطة البحرية والذي ينعكس بالتبعية بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني وهو ما يتحقق في ضوء تبني الدولة المصرية لاستراتيجيات طويلة المدى لتعزيز خطوات سابتة نحو التطور البنية التحتية عن طريق تنفيذ مشروعات تكاملية ضخمة في كافة قطاعات النقل البري والسككي والبحري والناري وفي ظل التطور الكبير الذي أشهده القطاع بدعم وتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الجمهورية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بشكركم جميعاً وعلى رأسكم طبعاً ميستر إيريك وشركاء اللي بيقودوا التحالف العالمي المحترم اللي احنا تحالفنا معاه وربنا إن شاء الله بإذن الله يوفقنا ويوفقهم نعمل حاجة جيدة لبلدنا أنا مش هتكلم كتير عن هاتسون ولا عن MSC ولا عن CMA ولا عن كوسكو هم أرقامهم هتكلم عن نفسهم والكلام ده كله أنا هدهه لكم كوسائل إعلام ويوفق موجود عندكم يكفي أنك تعرفوا أن هاتسون بورت دي مشغل محطات الأول في العالم بحجم تداول للمحطات أو الحويات في المحطات بتاعته 88 مليون حاوية مكافأة سنوياً في محطاته فقط 88 مليون حاوية مكافأة سنوياً لما ندخل خمسة بتاعنا إن شاء الله يبقوا 93 وربنا يعني يزيدهم وتكتر وأكتر وأكتر ونديهم محطات تانية عشان يقفلوا المية ويبقى قفلوا المية عندنا في مصر متشكرين وأسيب بالحديث لميستر إيريك ترجمة نانسي قنقر